فكم من مبذر أنفق مالهم بلا حساب في هذه الدنيا تحول بين عشية وضحاها إلى فقير يستجد الناس ويتسول أمام الميوت بسبب عدم مبالاته لإنفاق المال كم من ناس هكذا ولربما كان ذلك عاقبة الإمساك أيضاً شأن الإمساك أن يؤدي إلى الضد كما يقال بأن لكل فعل رد فعل قد يكون الإمساك يؤدي إلى رد فعل نحن نعرف من الأغنياء في قطرنا الأماني من كان يعتبر في مقدمة الأغنياء جميعاً ولكنه كان في غاية التقتير وغاية الإمساك لا ينفق شيئاً مما آتاك الله كان حريصاً على جمع الأموال جمعاً لا يقف عند حد وقد رأى في بعض رؤاه المنامية أن الزباني والأياد من الله تجره إلى النار وهاله هذا الأمر وكأن هذا نتيجة أنه لا يعطي زكاة ماله فجاء وعد زكاة ماله ووجدها أمراً ماهضاً كبيراً فبقي متردداً بين أن يريح نفسه في الدار الآخرة لهول ما رآه في منامه وبين أن يرضي هوى نفسه في إمساك ذلك المال وأخيراً آثر أن يمسك آثر هوى نفسه ولم يفق شيئاً من ماله وعندما توفي ورثه أحد ورثته ورثه حفيد له وبذر هذه الأموال تبذيراً حتى عاد من أفقر خلق الله تعالى عاد لا يملك من المال شيئاً وانتهى به المطاف إلى أن انتحر في دولة خليجية قريبة دولة مجاورة انتحر نتيجة الضيق الذي أحاط به لأنه ما بقي في يده شيء من المالقة انتهى كل ذلك المال كل فعل كما يقاله رد فعل فلربما كان إنساك أحد المال يؤدي من بعد إلى أن يبدر هذا المال من قبل ورثته تبذيراً حتى يعود الوارث أفقر ما يكون من قبل ورثته تبذيراً ورثته تبذيراً